تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلسلة أكبر الخسائر في تاريخ الأندي الكبرى واليوم نتوقف مع إنتر ميلان صاحب الثلاثير وحيد في تاريخ إيطاليا ملك الكرة والتميز لسنوات في بلاده لكنه مثل أي فريق كبير مر عليه يوم سيئ هذه السلسلة بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك بطلب منكم تشتركوا فيها نرجع لسلسلتنا ونتكلم عن الإنتر اللي من سوق حظه أن تاريخه سجل أكبر هزيمة له أمام خاصم تقليدي ألا وهو يوفنتوس السبب أنه إنتر دفع باللاعبين الناشئين في مباراة عام 1961 مباراة لحساب الدوري يوفنتوس عم بتخسر عبر قرار الاتحاد الإيطالي لقاؤه مع الإنتر بهدفين مقابل لاشئ كعقوبة لاقتحام الجمهور الملعب لكن اليوفي قدم استئناف الإنتر اعتبر نفسه فائز والاستئناف بعد ما أخذ وقته تقريبا شهرين تم فرض إعادة اللقاء في المباراة الأخيرة من الموسم إنتر هون اعتبر هذا ظلم واعتبره تآمر لصالح يوفنتوس حتى يفوز بالدوري وأنه هو اللي لازم يفوز بذلك اللقاء لكن هذا الشيء ما صار فالإنتر بالنهاية اضطر يلعب المباراة فدفع بالفريق الناشئين اللي خسر بنتيجة 9-1 يوفنتوس حسابيا في نهاية الدوري ما كان يحتاج للانتصار في هاي المباراة عشان يفوز باللقب فقد كان الفارق يكفيه بدونها لكنه لعب بكل قوته أمام ناشئيين الإنتر حتى لا يكتب عليه أنه البطل اللي خسر أمام ناشئين فريق منافس فقدم مباراة كاملة خلى النتيجة قاسية مثل هيك أما في بطوط الكأس فأكبر خسارة للإنتر جاءت مع بارما 6-1 عام 2000 وذلك في لقاء عاصف سجل في بارما أربع أهداف بعشرين دقيقة ما بين الدقيقة 18 و39 وفي أوروبا فأكبر خسارة للإنتر كانت وما زالت أمام أرسنال 5-1 في دوري أبطال أوروبا 2003-2004 واللي بيذكر وقتها الإنتر في لقاء الذهاب غلب أرسنال في لندن 3 مقابل لا شهر وفي لقاء العودة كان بيحتاج نقطة عشان يتأهل الجولة الخامسة من دور الأبطال في دور المجموعات اتقدم أرسنال 2-1 للدقيقة 85 الإنتر غامر كثير وصعد كثير للأمام بحثا عن التعادل وعن النقطة اللي بتأهله لكن مغامرته فشلت وتلقى ثلاث أهداف في خمس دقائق لتصبح نتيجة تاريخية 5-1 بتألق لا ينسى لتيري هنري طبعا هاي المباراة أثرت كثير على معنويات الإنتر وخلته يفشل بالفوز في المباراة اللي بعدها على متذيل ترتيب المجموعة لناموكيين فخرج من دور المجموعات بشكل غريب بعدما أنهى الذهاب متصدرا نوصل هنا نهاية هذه الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد واشتركوا في سلبي سبورت على اليوتيوب الان